بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين كنت بقول الاية دي امام احد الحبايب الاصدقاء ربنا افتح بيننا قال لي لا دي ما تتقلش فبقول له ليه قال لي دي تقل سيدنا شعيب افتح بيننا انا يباعد بيننا انا لا اقصد والله مش ما اقول هقول لكم ربنا يباعد بيني وبينكم بس انا قلت له فيه عموم اللفظ وخصوص المعنى اللفظ عمومه حلو عموم اللفظ جميل جدا جدا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين خصوص المعنى ما بدخلش فيه المعنى الاية ما بدخلش فيه انما اللفظ الفظ جميلة جدا فانا حفظا اقولها رغم الراجل اللي قال لي كده وهو حبيب قلبي يعني بس انا ما اقتنعتش قوي نيجي بعد كده الحاجة مهمة جدا جدا الوراثة الوراثة تلاقي ابن شابها ابوه ايه ده عينيه لون شعره لون البشرة طويل قصير ايه ده جاتي زي دي او شبه امه او شبه خاله او عمه او مش شبه حده خالص ما نعرفه هو طبعا شبهه بس ما نعرفش ايه اللي بيحصل بالوقتي حيوان منوي قبل بويضة عمله زيجوت ده البداية ده البداية حيوان منوي قبل بويضة تقابله ده لقح ده عمل الزيجوت الزيجوت ده هو بداية الانسان كان خلية خلي بالك بداية انت يا ابو عنين يا ابو دان يا ابو سنان يا ابو قلب يا ابو كلوة كنت خلية واحدة وبالتالي الخلية تنقسم طيب الخلية اللي بتنقسم دي مش قضية خطيرة جدا لازم تدرس دولي طبعا اقولك ايه اساس الخلية النواة النواة هي اللي شايل لجميع الصفات الورسية النواة شايلة جميع الصفات الورسية تقولي مش فاهم ايه النواة دي الخلية لها نواة في خلية واحدة بس في الجسم اللي ملهاش نواة اللي هي الخلية الحمرة الخلية كرات الضم الحمرة ملهاش نواة خليها على جنب هي والصفائح ملناش دعو بيه انما اي خلية في الجسم فيها نواة طيب النواة دي الخلية حتنقسم تقولي والنواة اقولك لا يمكن الخلية تنقسم الا من النواة تنقسم تقولي طبعا حاجة عدي ادي خلية بالنواة هب هتبقى خليتين اقولك لا والله لما اقول هذا الكلام اقسم بالله معظمكو يا يبكي يا يقوم يسجد يا بالقلية الاوي يقول سبحان الله النواة الصفات الوراثية كلها الصفات الوراثية متشال على حاجة اسمها دي ان ايه كلك سمعتوا عنها المحاكم محب يعرف البنوة ده ابنه ولا مش ابنه يعمل دي ان ايه سمعتوها في الافلام وفي كل حت عشان خلية تنقسم بص اللي جاية عشان تقول سبحان الله لازم دي ان ايه تضاعف يا تضاعف يعني انا عندي بجنيه دي ان ايه عايزة القسم يبقى ب 2 جنيه فشلت ان اعمله ب 2 جنيه ما تنقسمش ما تنقسمش الخلية عشان الخلية تنقسم لازم تضاعف كمية دي ان اللي فيه ضعفت ممكن في هذه اللحظة ابقى خليتين والخليتين كل خلية شالة نفس الصفات الوراثية لماذا ان خلاص ضعفته قبل مأسم لو كنت اسمته وهو ب 10 جنيه كانت الخلية دي طلعت 5 و 5 ما طلعش الصفات لا انا عايز 10 و 10 يبقى العشرة هتبقى عشرين ولما انقسم يبقى عشرة هنا و 10 هنا بنفس الصفات الوراثية بصوا بقى الاية الجميلة بقى فالق الحب والنوا هو اللي اسم النوا فالق الحب والنوا هو دا ربنا سبحانه وتعالى بيديك صفات ابوك او امك او جدك او خالك بهذه الطريقة انك انت تضاعف كمية دي ان ايه ضعفتها انقسم بقى دي خلية و دي خلية هيك كانها نفس الخلية كانها نفس الخلية تخيل انت عندك حاجة في رقم بتخلي الرقم دا اتنين و انت اسيونك انك ما عملش حاجة فسبحانك الله يا رب سبحان الله فالق الحب والنوا نلتقي بعد الفاصل ان شاء الله اه في رسالة من يعني تخض شوي من رحاب بدر بتقول ابني عنده تسع سنين خلي بالكم الرقم تسع سنين وزنه خمسة وستين كيلو وطوله مية وثلاثين سنتي عملنا له كتلة جسم انتو طبعا عارفين وحفظتو كيف نحسب كتلة الجسم كتلة الجسم معادلة البسط هو الوزن والمقام الطول بالمتر مضروف في نفسه يعني كتلة جسم ابنك خمسة وستين على واحد وثلاثة من عشر فواحد وثلاثة من عشر طلعت تمانية وثلاثين واربعة من عشر تمانية وثلاثين واربعة من عشر ده رقم كبير جدا بالنسبة لطفل سنه تسع سنين نسبة الكوليسرول عالية جدا جدا وفي خطر يصاب بمرض السكر ايه الطريقة اللي ينزل بها نسبة الكوليسرول وايه نظام الاكل اللي حيمشي عليه طبعا هي حالة انتي معتقدة انها حالة طبيعية لا اطلاقا حضرتك حتى توجهي بعد ما تسمعي هذه الحلقة وتفطري الى الدكتور الى الدكتور الولد ده كتلت جسمه تمانية وثلاثين واربعة من عشر احنا بنخاف فوق خمسة وثلاثين بنخاف فوق خمسة وثلاثين فده تمانية وثلاثين واربعة من عشر انما انا هجاوب اجابة عامة بقى هو هيروح للدكتور اوعي اوعي تفتكري الحكاية نظام غزة وواد ما تاكلش اوعي تفتكري كده لازم تروحي تشوفي الكوليسرول انا حكيت حكاية قبل كده ما بتكلمش على ابنك حشل لا ما بتكلمش على ابنك انما حكيت حكاية قبل كده الحالة اللي شوفناها وكلنا فرحنا بيها جدا جدا كانت بنت كوليسترول عندها حوالي الفين هو كوليسترول الماكسي بتاعنا متين يعني مية وسبعين مية وستين ده كان الفين وتصلحت بزراعة كبت اتصلحت دي اللي احنا كلنا كقسم طب حالات حرجة في القصر العيني معتزين بالحالة دي البنت زي الفل دلوقتي لكن كان الحل الوحيد لهذا كوليسترول هو زراعة كبت ما بقولكيش ابنك كده لكن القضية مش قضية نظام اكل لا ده ولد وزنه عالي جدا كتلة جسم 38 و 14 المفوت بقى 25 يعني زيادة 13 و 14 من 10 عن الطبيعي وبعدين ده طفل 9 سنين فيه نصائح عامة بقى كل ما خرج من الارض خالي من كوليسترول كل ما يمشي على الارض فيه كوليسترول كل ما يمشي على الارض فيه كوليسترول تتروح ما بين النسم ما بين لحوم معينة ده سما الى فراخ الى ارانب اقلهم السمك هو اللي مشي على الارض اقل حاجة في الكوليسترول انما ما خرج من الارض ما فيهش كوليسترول اي هل بقى لك من كلمة اللي جاي اي النبات غير قادر على العمل كوليسترول النبات غير قادر على العمل كوليسترول انا اعتقد برر البيت جدا واحنا بنحذر يوميا نحذر منه في اماكن عملنا وفي التلفزيون وفي اي حت بنحذر بالاكل برر البيت سعرات الحرية عالية جدا ومش بس كده سعرات الحرية عالية حيتاخن ومليان كوليسترول كمية الكوليسترول اللي في الاكل برر البيت عالية جدا وبالتالي انا يعني بقى زيباني قادر بايه عشان ياكل سندوتشي مش عارف ايه ولا ايه ولا دور الام والاب مهم جدا في منع الاولاد من الاكل برر البيت الاكل برر البيت يعني حاجة بشعة يا امراض معضية يا امراض بقى التمثيل الغذائي يلا كنت جاءت صلح فانتي يا بنتي هتروحي الدكتور بسرعة وحيقولك طبعا نظام الاكل ايه وحياخد دواء حياخد دواء بدم الكوليسترول العالي وعيب جدا جدا ان ابتدي دواء كوليسترول مع واحد سنة وتسعة سنين بسبب الاكل انا ابتديه على عيني وراسي لو راسي لو راسي الولد ده من اسرة وراسيته كوليسترول ماشي مالو زنب انما كتلة الجسم بتقولي غير كده كتلة الجسم بتقولي ان الولد ده مستهتر في اكله مستهتر غالبا الكوليسترول مش وراسي بعين جبت شيرة السكر وارد وارد ليه اللي وزنه عالي عرضة اكتر للسكر حقولها لكم دي معلومة جميلة جدا معلومة رائعة تعرف ليه اللي وزنه عالي عرضة اكتر للسكر اكثر الانسجة استهلاكا للانسولين النسيج الدهني النسيج الدهني انا هفترض ربنا خلقلي بعشرين جنيه انسولين في جسمي لو انا اتخين من العشرين جنيه استهلك 18 جنيه للابقاء على هذا الده فاضلي تين جنيه حاجيلي سكر حاجيلي سكر انسولين قليل عشان كده السيمين عرضة للسكر اكتر من الرفيع بكتير لأكثر الانسجة استهلاكا للانسولين هو النسيج الدهني فحيستهلك الانسولين مش حيسيبلي حاجة منه حيبتدي سكرية على وتبقى مشكلة ابنك يا رحاب يا بدر لازم تخلي بالك منه وارد السكر او وارد يجي خاصة لو اسر لو الاسرة فيها سكر انما الاول نشوف كل السرور ده حكايته هل هو وراثي ولا مكتسب لا ده نمكتسب بالايه بالاكل الطريقة الخطأ اللي باكلها وهكذا وهكذا لكن خلي بالكو جدا جدا يلي سمعيني كلكم من ولادكو خلي بالكو من ولادكو الاكل برا البيت كارثة دخلنا فيها ما بقلناش 30 سنة يعني احنا جلنا ما كانش يعرف اكل برا بيت خلص كنت ما تشتري كوس دورة مشوي يبقى هو ده يعني ده ده الفجر الفجر بيشتري كوس دورة دلوقتي بتاخد ثلاثة وجبات برا بيت ثلاثة وجبات ممكن افطر واتغد واتعشق برا بيتي احسب بقى كمية السعرات الحرارية اللي خدتها في الثلاثة وجبات دول اضرب في مية اضرب في مية لو كان الاكل في البيت فطار غدا عاشها في البيت هنقول 2000 سعر حراري برا 2000 سعر حراري نلتقي بعد الفاصل ان شاء الله قبل الفاصل التنبيه وبعيده تاني يا ولاد يا صغيرين يا شباب عايز تطلع صحتك حلوة وتقدر تتجوز كويس وتخلف كويس وعايز ما تبقاش شكلك وحش ما تقولش برا بيتك واضح في رسالة برضو حلوة جدا من احمد سيد احمد سيد بيقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام والديتي عمرها ستين سنة تعاني من الم ونغز في اعلى الجهة اليمنى من الظهر هنا وسعال مستمر بالرغم من تناولها لاذوية السعال كمانا لا تستطيع النوم الا ده كان رأسها مرفوع مثل الجالس وان لم تفعل تنهض من النوم بسعال شديد ولا تستطيع التقاط انفسها وتشعر بتنميل بالرأس ودوخة مع العلم ان والدتي مريض السكر من الدرجة التانية اصدق النوع التانية وتعاني من مرة تجاع المريء والضغط في اغلب الاوقات بيكون منخفض وتناول دواء كذا تحت اللسان برجاء يصلها الى الدكتور وشكرا وصلت دي رسالة رائعة رائعة لماذا اذا كانت مرحتش الدكتور فهي مخها مش حيجيب الواقع اذا كانت مرحتش الدكتور والدتك مخها مش حيجيب الواقع هو احنا الواقع بتاعنا ايه اي واحد بيكوح يبقى سطر عنده التهاب في الشعب اه كورونا التهاب رقوي شوية برد ده اللي بيجي بالأي مخلوق وهذا خطأ قاتل هذا خطأ قاتل ان انا افتكر اللي بيكوح ده صدره تعبان اصلي انت بريت يا ماما وما تقلقيش وحاجبلك ده وكوح زي ما كتبت ناخدت ادويته الكوحة وما فيش استجابة الحالة دي واضحة جدا انها هبوط في القلب بتقولي عارفت منين من كل ما قلتها متعرفش منها نفلات متعرفش منها نفلات ده مش صفة واحد صدر هو طبعا ممكن عين الصدر يحصل كده بس صفة واحد قلب احنا عندنا القلب قسمين يمين وشمال عندنا القلب قسمين يمين وشمال ممكن يحصل هبوط هبوط يعني يعني مش حقدي الوظيفة زي الاول مش حقدي الوظيفة اللي هي الانقباض والانبساط اللي ربنا عمله سبحان الله طبعا ما جايز اليمين اللي يهبط جايز وجايز الشمال اللي يهبط جايز وجايز الاتنين الجهة اللي تهبط تقول الدم مش عايزاك مش عايزاك ما تخش ما تتعبنيش انا عندي هبوط في الجهة اليومنى الدم يتساب بره الجهة اليومنى طب بره الجهة اليومنى فين في الجمجمة في الرقبة في البطن في الكبد في المعدة في الكلة في رجلية تبقى اعراضي كلها احتقان نحفظ الكلمة احتقان في المخ في الرقبة في المعدة في الكلة في الكبد في الرجلين انا قلت ست حاجات خلاص احتقان يعني الدم مزنوق في الحتة دي ليه الجهة اليومنى قالت مش عايزاك طبعا مش كله يعني قالت مش عايزاك لو سمحت خليك بره ديني حاجة بسيط على قدي اشتغل بها يومي ديني اعراض هبوط الجهة اليومنى في القلب احتقان المخ صداع غير عادي صداع غير عادي مش حال في نام يعني طول الليل عنده قرق اللي تنوم ليه احتقان مخ تخيل بقى واحد شوف جمال الطب بص روعت الطب واحد جانج بصداع الشيك من ايه عندي صداع عنيفة او مش عارف انام بالليل مش عارف انام بالليل ويطلع هبوط في القلب انا جه الناحية اليومنى او احتقان في الكبد الام عنيفة في الناحية اليمين وهو فاكر انها مرارة اصلا يا دكتور انا الناحية دي المرارة وكان عندي حاصة فيها ويطلع هبوط في الجه اليومنى في القلب في الكلة البول يقل ويغمق في المعدة ما عنديش نفس مش عادر اكل في رجلي تورم تبقى قد كده فبيجي واحد واضح جدا احتقان المخ عنده اصداع الرقبة اوردت الرقبة محتقنة الكبد احسه محتقن وكبير وبيوجع الكلة بوله ليل وغامق رجليه مورمة خلص بقى حالة واضحة جدا ده الجهة اليومنى رفض الدم تخش فتزنق في الاعضاء اللي بقولك عليه طب الجهة اليسرى ما احنا عارفين الدورة دموية الدم بيطلع من يمين على الرقة يخش على الشمال الشمال فيه هبوط يوم يقول الدم ما تخشش يوم يتركن فين في الرقة في الرقة الاعراض اللي حارتك بتقولها اعراض احتقان رقة اي اعراض هبوط جهة يسرى للقلب الجهة اليسرى للقلب هو البطين الايسر او الازين الايسر الدم احتقن الرقة بقت محتقنة مش هتعرف الشغل يكح يكح وساعات يطلع بلغة وساعات البلغة فيه دم مع الرقة بدم البلغة ما يعرفش ينم في لات لانه لو نم في لات يكتب نفسه لان الرقة محتقنة ملينا دم الرقة ملينا دم حيتنفس ازاي يروح قاعد ان عينه راحت في النوم الاحتقان بيزيد وانت نايم يروح مصحيك من نوم تعتقد ان الاكسجين خلص من القوضة تجري على الشباك تفتحه عشان تلم ده نموذجي الاعراض دي نموذجية لواحد هبوط جهة يسر القلب اذا ما سكتش الحكاية مش حكاية كحة خالص حكاية هبوط في الجهة اليسر القلب هبوط الجهة اليسر القلب عايز علاج خاص جدا بداية نعرف سببه ايه يطرى في ضغط يطرى في شور ينتاجي يطرى العضلة تعبت لوحدها يطرى 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 حاجات كتيرة جدا تعدي الخمسة وعشرين حاجة لسنتاجي في الطب مش سهل تعدي خمسة وعشرين حاجة احتمالات كثيرة جدا جدا وبالتالي احمد سيد تاخد والدتك وتروح لدكتور قلب بسرعة بسرعة لماذا لان الاعراض الي بتقولها اعراض هبوط جهة يسرى القلب البطين الايصر او الاودين الايصر جايز فيه مشكلة في الصمام بس هي بتقول سن ستين سنة وما قالتش فيه سكر لا مريضة سكر ادعى ان احنا نجري عالدكتور ده ادعى لان السكر له مشاكل كتير جدا مع القلب السكر له مشاكل كتير جدا مع القلب وبالتالي لازم تروح لدكتور بسرعة وان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لها الشفة نلتقي باكر ان شاء الله شكرا